السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواتي كديري اللي بس عليكم باخير هانين لك لكم زيانين سمينكم قاعد تكونوا باخير وعلى خير فين ما كنتم تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد كيف كتشوفوا معي اليوم ان شاء الله جيت بغيت نشارك معاكم زيتون مشرمل او زيتون حامض بوحد طريقة غزالة بسيطة ويمكن لو يبقى معاك حتى الوقت دي العامين ثلاث سنين فقط ما تحليش عليه وغادي يبقى لك كيف ما هو مهم غادي ندوز شنو غادي نحتاج فيه عندي هنا واحد جوش كيلو ديالليمون مهمتما الليمون استعملوا على حسب الكمية ديالزيتون اللي عندكم فإلا كانت عندكم كمية قليلة فاستعملوا فقط كيلو إلا كانت عندكم كمية كثيرة مهم اه قد ما قدرت الليمون كيجي صارحة زيتون زويل وكيصدر يعني كيطول معاكم لمدة طويلة مهم هنا عندي كذلك واحد جوج الليمات اللي مقطعهم بها الطريقة مهم طريفة بحال هكا قطعتهم هانتوما هنا كذلك عندي واحد جوج معالقة كبار ديال الهريسة مهم هريسة الحرة هانتوما كيف كتشوفوا معي جوج معالقة ملعقة هادي اللي كناكلوا بها كوسكسو هنا كذلك عندي الملح الملح اللي ضروري مهم واحد الكيمية من الملح عندي هنا القريعات فانتوما القريعات اللي عندكم اللي عندكم يمكن لكم تديرو فيهم ولا غير فقر عادي الماء اللي كان عندكم ديرو فيها الزيتون هذا عندي كذلك هنا وحد ثلاثة ديال الجازر حزو اللي نقيتو وقشرتو كيف كتشوفوا معايا فغديندوز معاكم الطريقة باسمي الله غدينجيب هنا دك العصارة ديالنا فالي كانتو عندكم العصارة ديال الطوم الأفضل صراحة الليمون كيكون شوية مش بحل لتشين شوية يدي حتى بدك يحرقني شوية بعد شح ببد الليمون كيكونوا شوية قاسحين قشرة ديالهم واحد من النقطة بالنسبة الليمون من الأفضل انكم تجيبوا دك الليمون اللي كيكون مياه يعني طريق وفيه الماء بزاف باش تحصلوا على واحد الكيمياء كتيرة من العصار ديال الليمون ما تجيبوش دك صراحة كينا واحد النوعية ديال الليمون اللي كتكون ناشفة فاش كتحلوه تمشي تعصره ما كتلقاش فيه الماء يعني بصيفة نهائية كيكون ناشف فمن الأفضل تجيبوه يعني الليمون اللي كيكون مياه كيكون تبارك الله طريق وكيكون يعني تذك القشرة اللي كتكون عنده كتكون أرقيقة وكيكون مياه فكيعطيكم واحد الكيمياء كتيره من العصار مهم غدي تشوفوا معي ان شاء الله الكمياء اللي حصلت عليها انا من هاتجوش كيلو هادي اللي عندي سوفي غدي نحكم مزيان بهاتطريقة حتى نكمل وغدي نولي معاكم هنا من بعد ما كملت انتم تشوفوا الكمياء اللي اعطاني اعطاني القرعة ديال عامراء ديال كونفيتير وواحد نص قرعة هاكاك مهم كمياء كتيره صافي هاو انا غamده معاكم بطريقة بيش غدي والزيتون غدي نجيب واحد الكيمياء في الطريقة كل زيتون ويول receber اللفعkun الحقيقي للماء يوميا حتى يجئ فقط لما ها أقليل الماضي قليل �� قليلا من الحرورية وضعت الكيمياء وضعت الكيمياء على حسب الحامض وضعت القطع الليمون نقطعها بالطريقة هنا نقطع الزوائر بالمسبةل الجزر يكون لديكم الجزر يكون مية طريق من الأفضل وكان الجزر قاسح من الأفضل أن تسلقه لديك الملحة وضعت الكيمياء قليلا من الأفضل تحتاج إلى مية وضعت الكيمياء وضعت الكيمياء أنت تسلقه وضعت الكيمياء بالملاحة ضروري الملحة باش ما يخسرش لكم الزيتون مايرشاش الملحة والحامط هي اللي كيخلي الزيتون زويل وكما قلت لكم يمكن لكم يبقى معاكم حتى المدة دي العماين صراحة ما كيوقع له حتى شي حاجة فقط ما تحلوش عليه خليوه كيف ما هو يعني كما تبلعو ذاك القرعة تبلعوها نهرلو والمزيان خليوها ما تحلوش عليها حتى سبغيو تاكلوها عاد حلو عليها سفي دباب واحد الملعقة اذن نحرك مزيان الزيتون ديالي مع الجازار مع الليمون مهم كل شي مع الهريسة صراحة هاد الهريسة كتعطيك واحد الماضق رائع ما كتجيش حرة بالسف كيف كتشوفو راني وضعت فقط جوج معالق اللي كتعجبهم الحرورية يزيدوا واللي ما كتعجبهم ش الحرورية بصيفة نهائية اللي بغوا الزيتون فقط يجيهم مالح وحامط صافي ما تديروهاش صافي هنين بعد ما خلطت مزيان غدي نجيب القريعات ديالي وغدي نبدي ندير فيهم الزيتون عندما كشتو طريقة رهات سهلة بسيطة نتمنى انها تعجبكم وصار حاد الزيتون كيجي زوين بزاف كيف غنعرفوه هادا غيالو قيتا غيالو فناخدو يعني نشريو منو واحد الكيميه ونحضروها هاكا في المنزيل انتاعنا كيجي زوين بزاف كيجي زوين بزاف يعني شي حاجه على اليد مجدينها ليدينا صراحة ما كانش ما احسن منها صافي هنا غدي نعمر القريعات اللي عندي كلهم بالزيتون اللي حضرت معاكم وحتى بالنسبة لدك الليمون والجازار صار حاك يعطيه واحد لما اذا قزوين وحتى واحد من ايضار كيجي رائع كيف كتشوفو راه سهل بسيط تقريبا كل شي كيكون عندنا يعني في البيت ديالنا فقط الليمون يعني كنشريو واحد الكيميه ده كل حسابكم على حساب زيتون اللي عندكم الكمية اللي غدي توجده وكتخذو الليمون على حسابها وصار حاقد اه يعني ما قدرتوا الليمون كيجي زوين بزاف الزيتون وكيم ما كيبقى معاكم عفوا المدة طويلة صافي هنا بعد ما عمرتهم ام تم ما تشوفو تبارك الله فاخرج لي واحد الكيميه كثيرة صافي هنا دك العاصير اللي تبقى ليدي الليمون غدي ندوزع ليهم يعني معلقاء معلقة سوف نوضع في همد العاصر سوف نوضع همد العاصر العاصر تكمل العمارة بالماء قد ما قدرتو الليمون يجي زوين بزاف يعني صراحة قدروا الليمون وزيتون معاكم كيصبر المدة طويلة و يجي زوين بزاف سوف نوضع الماء هنا عندي زيت السيتون سوف نوضع واحد الكيمية من الفوق فاللي ما عنده هاش زيت السيتون يمكنك تعوضوه بزيت نباتية بحال بحال فقط يعني كيبقى دك الوجه دي من الفوق يبقى غابي بالزيت سوف يمباد موضع ساد الكيمية من الزيت غادي ندوز غادي نبلع القرعة ديالي نزومه و غادي ندوز و غادي ندوز يعني كن نحركها بحال هاك كيف نقولو كنخطها باش يعني كل شي ندامج ليه مع بعض ديالتول ما مع الليمون و الزيت بطبيعة الحال الزيت غادي يطلع من الفوق صفيان ثم كيف كانت شوفوا غادي نصد القرعة ديالي مزيان ضروري انكم تبلعوها تبلعوها مزيان باش ما يدخل هاش الهواء والزيتون ديالكم ما يخسرش يبقى كيف مهو حتى النهار اللي كتبغي تناولو فيها يعني الزيتون تبغي تناولوه و عاد احلوها انتم ما بنفس الطريقة كان بقى يعني كان نحرك القرعة ديالي باش يعني تخلط لي يادك الليمون مع المال اللي وضعت انتم باكلك تشوفو صراحة كيجي زوين بزاف وهذا وزيتون ديالين بعد ما وجدته معاكم متمنى انه يعجبكم صراحة كيجي زوين 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 بزاف متمنى انكم تجربو تبارتاجوا هاد الفيديو كيف كان قلكم دائما ما تبخلوش علاختكم بلي ببارتاج مع الاهر والاصدقاء كذلك اللي ما مشتركش في قناتي يشترك فيها ولي كيزور قناتي الاول مرة فكان قلكم مرحبا بكم في القناة تبعلكم مغيتشتركوا فيها والشغل والجرس باش بقى توصلوا بكل جديد كاللوحو متنسونيش بلي لايك ديالكم الزوين اللي كتحفزني وكتشجعني وتعليقكم كذلك اللي كتهمني بزاف وصراحة فاش كنقرع شي كومانطيغ يعني كنفرح بزاف وكنتحفز بدك الكومانطيغ اللي قريته فانتمنى انه هالفيديو يعجبكم هو هدا الزوين ديالي كيجي زوين بزاف كيجب ديالكم رايم كلكم يبقى مدى طويلة حتى المدى ديال عامين وكتر فادا بغا نقولكم السلام عليكم اشتركوا في القناة